بس كابتن سامير يعني مباراة النهاردة بتعادل للنهاردة السلبي النهاردة ممكن يخلي ميستر كوبار يفكر بطريقة تانية في مباراة الغد ولا هو كان محضر سيناريو كده كده ينفزه لا هو ما يغيرش لأن مصر كلها بتقوله غير رلعب هجوم شوية لكن هو مقتنع بالطريقة بتاعته أربعة اتنين تلاتة واحد ما بيغيرهاش وبيقدر أنه هو كمان يعني يتحكم في زمان المباراة وبيعمل سيناريو واحد للتغيرات يعني السيناريو الأولاني هم ممكن سيناريو أو اتنين السيناريو الثاني التغييرات من غير تغيير طريقة اللعب يعني هو بيلعب أربعة اتنين تلاتة واحد دي الحد ديها سبعين بيبدأ يغير تريزي جي مكان رمضان بيطلع فرود مكان فرود وانت عارف الفرود ده عندنا طبعا مشكلة طول السنة هل تتفل مع كابتن ربيع أنه ممكن يقعد صالح جمعة بكرة كبديل؟ هو أنا ليه رأيي أنا ليه رأيي السلاسة الهجومة اللي هم تحت عمر جمال ممكن يكون صالح وطبعا صالح جمعة في القلب مكان طبعا عبدالله السعيد بالإضافة طبعا لرمضان صبح نحت الشمال ليه؟ ولا تريزي جي؟ تريزي جي ورمضان صبح بيلعبه في ناحية واحدة أو بيلعبه طرفين يطرف شمال أو طرف يمين لو صالح موجود هو بيعمل عملية تبادلية مع رمضان ومع تريزي جي اللي يبدأ يلعبه لحد ده ستين أو سبعين حاجة خلاص سيناريو محفوظ تمام ويبدأ يغير رمضان الشهد الثاني أو العكس تمام فصالح هنا الوقفة بتاعته بتبقى أفضل من رمضان وبتبقى أفضل من طبعا تريزي جي في النواحي الفنية أنه هو بيلفي بوش عجوه ما بيجيش مع الإطراف كتير شوفنا معظم ماتشات صالح مع النادي الأهلي ممكن حتى الجن اللي جابه جابه من العمق ضغط على الراجل وماتش النجم السحلي راح ضغط على الراجل الراجل ويقع راح واخده راح حاطيتها على طول وكابتر ربيع ما اختلفش على إمكانياته الفنية اختلف على إمكانياته البدنية أنه ممكن ما كلمات بلسانة كابتر ربيع ما ممكن ما بقاش في الفرمة أنه يدخليه كم من التسعين ديئة أنت وجهت نظرك تمام أنا مع كابتر ربيع بس هي النقطة لأنه هو العدلة بتاعت اللاعب العدلة بتاعت اللاعب إنه هو رمضان وترزيجيه ما لعبوش مع بعض كتير قصدك المنطقة دي مش بتاعت حد من الاتنين بتاعت صالح أو عبدالله السعيد قلب الملعب هو كل واحد ليه مكان أنا ممكن ألعب في مكان لما زميل ليه يتعور أو المدرب يقولي هتلعب مكان زميل لك النهارده مؤقت إنما العدلة بتاعت اللاعب عدلتي أنا للجون إن أنا كصانع ألعاب بنا نمس الكرة احنا بنشوف صالح في النادي الأهلي هو راح المنتخب ليه عشان تقلق في الحتة دي يروح يضغط على الراجل زي مطش النجم جاب جون بيمس الكرة بيعملها لعمر جماب وكمان من تحت رجلو ممكن يوضي صار أزار وبيعمل أسست كويس جدا ممكن عمل ممكن تسع صناعة أهداف السنادي مع النادي الأهلي وجايب أكتر من سبع أسست طبعا تمن أهداف صالح جمعة وسبع أهداف وهو في القلب مميز أكتر من الطرف الطرف هنا كمان لازم أوضح لك حاجة أن كوبر محتاج ترزيجي أكتر أنه هو بيرجع يدافع ناحية الشمال مع عبد الشافي ده برضو فكر الكوبر اللي هو بينفزه نفس الشي مع رمضان صبحي بالضبط رمضان صبحي عشان بس أوصل الناس بر يعني هو ممكن يحط رمضان ليه ممكن يحط رزيجي ليه على الشمال أو على اليمين أو صالح من القلب رمضان صبحي في ستوك سيتي بيلعب ناحية الشمال أول ما الكورة بتيجي هجمة مرتدة عليه بتلاقي رمضان صبحي جنب الباكليفت نفس الشي اللي كوبر بيعمل كده رمضان بيعيد شوية عن لعب أكتر نعم لما بيلعب لما بيلعب أنا يعني متابعة يعني نفس الشي اللي ما أسألك هو بيعيد شوية عن لعب هو ما بيلعبش كتير في ستوك سيتي بس كوبر بيعتمد عليه بيعتمد عليه أن هو بي لكن ترزيجي بيلعب ترزيجي بيلعب خليه لك الترابيع عشان أنا يعني دي بردو بتكلم بردو بتندخل في نقطة صالح تاني لأ بس هو أحوال ما يخلص سبيل يعني طبعا بحترم طبعا رأي الكابتن ربيع بس أنا بتكلم على عدلة اللاعب أنا معاك هي الحتة اللي أنا بتلعب بصلاح وتلعب بترزيجي أو رمضان ما اختلفناش إنما القلب الملعب ده محتاج واح الصانع على العب مش هينفع واحد يدفع في قلب الملعب عشان يشغل صلاح يعني صراحات يعمل صراحة صراحة يعمل لترزيجي أو رمضان بدأ يروح هو يجيب جوان ويدغط زي ما ضغط المطشاط اللي فاتت ما هو مميز في الحتة دي ما ينفعش أنا اللي يغيب في المكان ده اللي هو عبد الله مميز فيه في مصر وفي الناد الأهلي ومكسر الدنيا لفتر اللي فاتت يوم ما يغيب ما ينفعش إن أنا يعني يعني بلغة الكرة إيه أعمل واحد تاني زي عبد الله ما هي دي سنة الحياة إحنا بنتكلمش على المطش ده بس يعني دي سنة الحياة يعني ربنا أديله الصحة أكيد هيجي يوم الأيام هيبطل زي ما إحنا بطلنا كلنا بنسلم الرأي إنما لازم أنا يعني أصنع واحد في المكان ده وهو أنسب واحد في مصر دلوقتي هو صالح جمعة صالح متقلق بيجيب أهداف بيضغط تعلم يدافع كمان كبر بيحب اللعب اللي بيدافع ده وجهة نظري الله أعلم بقى هو يفكر في إيه إنما السلاسي هو يبقى صلاح وصالح جمعة وترزيجي أو رمضان إنه هو السلاسي ده محتاج واحد مع عمر جمال إنه هو يوديه للجون إنه أنت عارف الأفارقة بيوقفين على كعبر جليوم شوية ما فيش تمركز ما فيش رقابة فصالح هيقدر إنه هو يصنع لك أهداف تمام